في محمد بن كرام خلق كثير بسببين السبب الأول بسبب ديانته وتعبده فكان عابدا زاهدا مقلا من الدنيا مصرفا عنها ومصرفا عن الوجاهة والدخول على الأمراء والصلاطين منعزلا والسبب الثاني هو ثباته فقد ابتلي ابتلاء كثيرا وقد سجن فيه خراسان ثماني سنين ليرجع عن قوله فأبى أن يرجع ولهذا نقول إن الثبات على الباطل فتنة إن الثبات على الباطل فتنة ربما يقتربه الناس وقد ذكر غير واحد من الإم أنه فتن فيه خلق كثير وإنما أتي بسبب عجمتي أتي بسبب عجمتي وقد ذكر ابن حبار رحمه الله في ترجمة محمد بن كرام أنه كان أعجمي ولا يعرف التحيات ولا يعرف التحيات قد ذكر عنه عثمان بن سعيد الدارمي وقد رد عليه ورد على أضرابه أنه رأاه فقال من أين أتيت بهذا العلم الذي تقوله قال علم لدني أوجده الله في بطني أوجده الله في بطني فقال له عثمان بن سعيد قال أتعرف التحيات قال نعم قال وما هي التحيات قال التحيات لله والسلوات ذكرها بنطق العجم فقال أخرج قاتلك الله فإذا كان لا تستطيع أن تنطق التحيات على لفظ الشريعة فكيف تفهم المعاني وتدركه فأتي من هذا الباب وقد فتن ثم نفي من خلسان وثبت على قوله وذهب إلى فلسطين وجاور عند المسجد الأقصى وفتن خلقا بديانته وزهادته وزهادته وتأثر وأخذ عقيدته عنه أقوام ودفن ودفن هناك وصنف فيه أقوام في فضائله في فضائل محمد بن كرام وأورد في ذلك أحاديث حتى موضوعة حتى موضوعة في فضله ولهذا نقول ربما يثبت صاحب الباطل معتقدا صحة باطله وربما يكون باعتقاده ذلك معذورا فيهلك بسببه الأتباع فيهلك بسببه الأتباع ولهذا نقول إن الزهادة في الدنيا ليست دليلا على صحة على صحة معتقد الإنسان ولا كذلك أيضا الثبات ربما يثبت الإنسان على باطل وربما ينتكس عن حق وربما ينتكس عن حق العبرة هو معرفة الحق بذاته ومعرفة الباطل الباطل بذاته فالأشياء تتميز بذاتها أما الناس في دواتهم فهم يضعفون وهم ويثبتون والله عز وجل يجعل مقادير ذلك لأسباب تتباين فربما يتمحض فتنة الباطل في صورة حق في نفس بعض الناس ويشتبه الحق عند بعض الناس فينتكس فينتكس عنه ولهذا ارتد من ارتد من من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا نجد من ثبت من ثبت معه أو من ثبت من من جاء بعد ذلك نجد من الثابتين من المتأخرين من من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقرون أعظم ثباتا من من ارتد وهو يشاهد النبي عليه الصلاة والسلام ويرى المعجزات إذن ربما يثبت الإنسان وهو على باطل وربما ينتكس وهو على حق فمعرفة الحقائق بذاتها معرفة الحقائق بذاتها وهنا نبين قاعدة ومسألة مهمة أنه كثيرا ما يفتن الناس بقراء الحقائق لا بذواتها لا بذواتها وقراء الحقائق كثيرة منها الثبات ومنها الزهد أن الإنسان إذا عرف الحق زهد بغيره زهد بغيره وزهد بالدنيا وذلك لجملة من الوصول إنما يخشى الله من عباده العلماء وأن الإنسان إذا ازداد علما بالله زهد بغير الله زهد بغير الله فهذه قراء ولكن ثمت طبائع للنفوس طبائع للنفوس هناك من النفوس بليدة لا تحب الدنيا ولكنها لا تحب لا تحب الدنيا فربما تكون على باطل أو كانت على حق وطبعها هكذا زهد بها ولو أعطيت الدنيا لن صرفت لن صرفت عنها وهذه ربما تصرف أو تصور أو تغلف على أنها زهد على أنها زهد وربما الإنسان يعتقد ربا على وصف ليس كذلك ويخاف الرب المتوهم الذي يظنه ويزهد في غيره فحينئذ كان ذلك اللازم على أصل خاطئ على أصل خاطئ ومن هذه القراء أيضا ومن هذه القراء كثرة الأعداء وتكالوب معلل الإنسان كذلك أيضا الشدة والبلاء الذي يلحق الإنسان ولهذا جاء في الأحاديث يبتل الصالحون الأول فألأمثل فألأمثل وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على تدل على أن البلاء قرينة للحق لا دليلا عليه وكذلك أيضا من القرائن أيضا الغربة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا قد يكون الإنسان غريبا في أوساط أهل الحق ويظن أن غربته في ذلك أنها أمارة على حق وهي قرينة على كونها الباطل ولهذا نقول هذه قراءة لا أدلة هذه قراءة لا أدلة فربما يكون صاحب الحق غريبا وربما يكون صاحب الباطل غريبا وربما يبتلى الإنسان على باطل ويكرم الإنسان وهو على حق فهذه تكون هكذا وهكذا ولكن الشريعة جاءت بأوصاف الأغلب التي لو جاءت مجتمعة كانت أقرب ما يكون إلى الحق ولهذا لا بد من معرفتها بذاتها